السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم بحر المنسي من قناة سماء المحبة برج الدلو حبيبي الله عز وجل وحده من يعلم قدر غلاوة مولود برج الدلو عندي وما أعده ده من أصدقاء لي من خير كثير سيتذكرونه لي في يوم من الأيام برج الدلو ومعنا اليوم قراءة توقعات مولوغ برج الدلو من يوم 15 وحتى يوم 30 يوليو 2022 أتمنى يكون عيدك سعيد وأتمنى تكون واجهت أحداث جميلة طليق بك أتمنى أن تكون واجهت مزاراتك إعجاب من الجميع على كل ما تقوم به برج الدلو ومعنا اليوم قراءة توقعاتك لفترة هامة وأحداث هامة وكلام هام سوف يقال في هذا اليوم أتمنى أن تكون حاضرا معي بعقلك وبروحك وبقلبك وأتمنى لك أجمل أخضار لكي لا أبصينا في المقدمة سنبدأ مباشرة لمولي برج الدلو الأعزاء بقراءة التوقعات ونبدأ بالأحداث الرئيسية ولا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد ولا تنسوا الاستغفار قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمنددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا موليد برج الدلو فلنبدأ الآن برج الدلو كرت الإمبراطورة في الدافع أي أن رغبتك يا مولون برج الدلو وتحسين وضعك العاطفي تحسين حياتك العاطفية وعلاقتك بأسرتك والأشخاص المقرمين منك واختيار أشخاص ترتاح معهم وتصف فيهم وإبعاد الأشخاص الذين يتسببون لك بالأزاء فالحدث لديك هو كرت الناسك أي أنك اخترت أن تتعد عن كل من يسبب لك أزاء أو يبزيك أو أن تكون في حياتك هادئا بعيدا عن المشاكل بعيدا عن كل ما يزعجك وكل ما يبزيك فلليك في النتيجة كرت الموت وكأنك اخترت قطع على قطع مع أشخاص كسرين في حياتك وإنهاءها بشكل نهائي في هذه الفترة برج الدلو الحدث الرئيسي الثاني نقول فيه أن لديك السيفان في الدافع أي أنك عاجز عن اختيار طريقا من طريقين فالطريق الأول هو أن تستمتع بحياتك وأن تحيا حياة هادئة خالية من المشاكل وخالية من الصعوبات والطريق الثاني هو أن تكشف أوراقا أو أن تعنى أحداثا أو أن تظهر أشياء راها من وجهة نظرك ربما تتسبب لك في مشاكل الأحداث الفرعية يا مولود برج الدلو نقول لك أن لديك الشمس والقمر والعصايتان في الدافع أي أنك تريد أن تقلب حياتك تريد أن تستعيد توازنك المالي وأن تنتهي من الفترة المالية الصعبة والشاقة والمرهقة التي كنت تواجهها في الماضي لديك ملكة العصا أي وكأنك تسعى إلى اللجوء إلى الشخصيات في محيطك العاطفي كالأصدقاء والأقارب والأشخاص الذين يستطيعون دعمك على الصعيد المالي حتى تستعيد توازنك من جديد ونقول أن الحدث الفرعي الثاني لديك فيه ملكة السيوف أي أنك تستعد لاتخاذ قارات هامة على الصعيد العاطفي منها الدخول في علاقة جديدة أو الزواج أو الدخول في شراكة عاطفية جديدة من أجل أن تحظى بحياة هادئة مكتملة وسعيدة كما تسعى لأن تكون وكما تمنيت أن تكون دوما منذ أن بدأت أن تنظر إلى وضعك العاطفي برج الدني أخي العزيز خمسة سيوف في الدافع هناك الكثير من الحزن بسبب انفصال حدث لك في حياتك تشعر بحزن جديد في الواقع أنت تسعى إلى التخطيط لمستقبلك المالي وبداية حياة مالية جديدة مؤمنة وسالمة فتسعى لإنهاء الخلافات والمشاكل والاستسلام أو إنهاء الحروب بشكل نهائي مع عدائك واللجوء إلى الوضع الآمن فنقول لك أن الحدث النتيجة الخفية لهذا الحدث هو كرت الساحر أي أنك ربما تسعى في النتيجة إلى إنهاء سحر أو إنهاء مشاكل لها علاقة بالروحانيات سواء كانت منك أو عليك بهذه الفترة حتى تخصى بالهدوب ونقول أن الحدث الرابع يا صديقي أنك عالق في مشاكل مالية شديدة وكأن هناك من وضعك في هذه المشاكل بمكائب شديدة فتسعى إلى اكتساب القوة واستعاد التوازنك واكتساب طاقتك من جديد ونقول لك أن التبشيرات المتوقعة لك في هذه الفترة هي أن نقول أن هناك احتمالات غير محدودة لما يفعله التبجيل المقدس والأسقار تجاه السحر أي من صحرك أو من أزاك بالسحر أو لو كنت أنت أزيت شخصا بالسحر فإن هناك احتمالات غير محدودة لما يمكن أن يفعله التبجيل المقدس والأسقار ونقول أن الرسائل الروحانية لك في هذه الفترة واضحة كالشمس فتقول لك اخلق تواصل مفتوح مع العالم ولا تنعزل على نفسك وتبتعد عن الجميع شاهد الجمال في الحياة ووجه معرفتك تجاه المكاسب المالية وارتساب أرباح مالية للعبور من الأزمة التي أنت فيها والأزمة المتوقعة بخولك فيها في الفترة القادمة مصائح لك حافظ على شغفك للإزدهار وللوصول إلى ما تتمنى توقف عن الألعاب الصبيانية والأشياء التي من الممكن أن تعطلق عن تحقيق النجاحات والحدث الثالث ينبغي أن تنظر للحياة بغنظور جديد ثم تأتيك رسائل الأوريكال فتقول لك بيسفول ريزوليشن أي أنه ينبغي عليك أن تخلق طاقة سلام مع المحيط الخاص بك إن كنت مؤمن أنظر للإشارات التي تخصر عليها ثم تأتي الآن رسائل العهد القديم وتقول لك استعن بأسماء الله والأسماء الإلهية للعبور من هذه المشكلة واعلم أن النور وأن قدرة الله تنظلق عبر الزمان والمكان فإن حكم الله ليس في زمن واحد أو في فترة معينة وإنما الله يحكم عالمه وملكوته وأنت تعيش فيه فاستعن به ولا تتأله ولا تظن أن الله ليس معك ويساعدك ويقدم لك ما يحتاج اندعوته وتمنيته فاتحد مع نفسك الملائكية وعود له من جديد حتى تحصل على الراحة المنتظرة ونقول لك يا مولوز برج الدل أن رسائل تعبر عن ولعك الداخلي فنقول أنك تكره الإعجاب من تجاه شخص معين في حياتك ونقول أنك الآن هناك إبعاد للأرواح السفلية أي أن هناك إبعاد لتوقات الجن من حياتك بشكل نهائي وأن هناك احتضام للعالم الطبيعي ولقدراتك الطبيعية كما أن نقول أن رسائل الوضع العاطفي الخاصة بك تقول بشكل واضح حرر نفسك إنه الوقت المناسب لاستعادة التوازن في حياتك ماذا تنتظر بعد ينبج عليك الاهتمام بحياتك العاطفية مع شريك مرعيا فاترك قلبك وروحك في إشارات المرح واستمتع للحياة رسائل من شخص يفكر بك كثيرا ويقول لك عليك أن تتركني لكي أستطيع أن نضوق ويقول لك أشعر بأنني أحمق لإفسادي هذا ويقول لك حتى وإلا نلتقي مجددا ستظل تحمل مفتاح قلبي ثم تأتي رسائل كونية لتقول لك أشياء معضحة تجاوز حدود عقلك واسمح لنور روحك بالتقلق دائما أن تمدهش ورائع وفريد من نوعك لكن الأهم أنك كافي ونقول لك حان الوقت لتكشف عن نورك المشعة للعالم ثم تأتي رسائل كارما لمن ظلمك وأزاك من ظلمك يا سيدي هي امرأة شابة هذه المرأة تمارس أنواعا من السحر هذه المرأة تمارس أنواعا من السحر لها علاقة بالمقابر ولها علاقة بالأزى السوفي وتحاربك بشدة وأن هذه المرأة سيكون هناك حربا قوية موجهة لها من أجل تعطيلها عن تحقيق جميع أهدافها في حياتك ونقول لك يا مولود برج الدلو عن أبرز الأحداث التي تحدث في الوقت الحالي حيات البحر في عنصر واحد راحة في التحرك أي أن في عنصر واحد هناك عدو لك يتحرك بسهولة ويخترج منك وهناك بزل ساعات كثيرة من أجل تحقيق عمل معقب وتضليل مواضح وإيهام وتلاعب مولود برج الدلو فلنبدأ الآن رحلة البندوي عن أبرز أحداثك المتوقعة مولود برج الدلو البندول يسرر على كار كارت السحر أي أن هناك أزى شديد سيلحق بشخص نارس السحر ثم نأتي إلى رسائل من بندول آخر ويقول أن الوعودة القادمة لك هي علاقة حب وتفاهم مع الأصدقاء بشكل كبير ثم نأتي إلى رحلة السيف والعصى والقلب ونقول عندك خمسة عشر سيفا خمسة عشر سيفا خمسة عشر سيفا خمسة عشر سيفا أي أنه من المتوقع حدوث الكثير من المشاكل من التخصف خوارات خاطئة في هذه الفترة فننظر الآن إلى الفنجان مولود بورج الدلو حالتك النفسية في الواقع لكي لا أكون لست صادقة نقول أنك تشعر بالكثير من الحزن والمشاعر السلمية المختلطة بداخلك تتحكم فيك فنقول يا مولود بورج الدلو أن هناك أخبار تأتي لك في هذه الفترة قد تكون هذه الأخبار ناتجة عن قطع العلاقات وعن توجيه ضربات مباشرة وصاحقة لأحد الأشخاص الهامين لديك والذين يدافعون عنك ويقفون بجانبك ثم نقول أن هناك كثير من السخرية التي تلحق بك في هذه الفترة كما نقول أن هناك أحمالاً توضع على ظهرك وضغوطات نفسية شديدة ينبغي عليك مواجهتها كما أن هناك دعم من امرأة في حياتك وإن كنت امرأة الدلو فإن هناك دعم من رجل في حياتك كما أن هناك حزن شديد تواجهه ولكن يهون عليك هذا الحزن شريك الحياة يا مولود بورج الدلو في الواقع فلت تكون القراءة قاصية وعنماً لذا أعتذر عن الأخبار السيئة أو القاصية التي قلتها وأتمنى لك أجمل الأقدار يا عزيزي وأتمنى لك الشفاء وأتمنى لك أن يرفع الله عنك كل سوء وضرر وأن يهدي قلبك وأن يكتب لك أجمل الأقدار ويغفر زنوبك وأتمنى لك عيداً مبارقاً وتحقيق الأمان إن كنت تريد حق زقراء خاصة ورقم الواتساب مكتوب أمامك على الشاشة أسعدني بالتواصل معي من خلال واتساب كما أن هناك أحجار كلمة تدعم الأبراج وتدعم طاقات الأبراج بمقارات هامة عنها تباع في المجر بأسعاراً جيدة يمكنك التواصل معي بمعرفة ما هو الحجر المناسب لجربك من خلال رقم واتساب على الشاشة صفحة الفيسبوك والإنستجرام والموقع ستجد أسفل الفيديو في صندوق الوصف سعدت كثيراً بالتحدث معك يا مولوبر جدد شكراً لك يا عزيزي السلام عليكم